السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضع زيت الزيتون مع الليمون ليلة سنواحدة قبل النوم يصنع المعجزات هذا ما سيحصل للجسم لن تتوقع نتيجة ولكن قبل أن نبدأ إذا كنت مسلما وتحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو وإذا كنت قد تناولت زيت الزيتون مع الليمون اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد زيت الزيتون والليمون يتميز زيت الزيتون بأنه من أقدم الزيوت التي استخدمها الإنسان وأفضلها نوعا بفضل ما يحتويه من العناصر المغذية صحيا ومفيدة للجسم وإضافة لذلك لا يمكن الاستغناء عنه في أعداد الكثير من أصناف الطعام وكما يعتبر الليمون من أشهر الخضار المعروفة والموجودة في كل منزل لمذاقه الحامض وغناه بفايتامين جيم الذي أثبت فعليته في مقاومة الكثير من الأمراض وسنتعرف اليوم في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية فوائد شرب عصير الليمون مع زيت الزيتون وأفضل وصفتين لطريقة تحضير هذا المزيج الوصفة الأولى مسج الليمون مع زيت الزيتون يمزج مقدار فنجان صغير من عصير الليمون مع فنجان صغير من زيت الزيتون وينصح بتناول هذا المزيج قبل النوم بساعتين كما ينصح بمسج ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من زيت الزيتون وإضافة ملعقة من عسل النحل إلى المزيج وتناوله قبل الأكل وخصوصا قبل تناول الإفطار بنصف ساعة فوائد شرب زيت الزيتون مع الليمون يوجد الكثير من الفوائد لشرب زيت الزيتون مع الليمون ومنها يحتوي المزيج على كمية جيدة من الأحماض الدهنية غير مشبعة ومضادات الأكسادة التي تقوي من مناعة الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض يعمل على تليين المعدة يمنع الإصابة بالإمساك يحسن من عملية الهضم يمنع عصر الهضم الذي يسبب الغازات وانتفاخ البطن يفيد في القضاء على التهابات المعدة والقرحة المعوية كما يفضل تناول كأس من الماء بعده لتخفيف طعم الشراب يساهم في تخسيس الوزن ويمنع تراكم الدهون في الجسم لاحتوائه على حمض الأوليك الذي يتحول في الأمعاء الدقيقة إلى هيرمون أوليوليثانولامايد أي هيرمون الشعور بالشبع يعمل على ضبط نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ومنع حدوث الجلطات يساهم في تأخير ظهور تجاعيد الوجهة وعلامات التقدم بالسن يزيل الهالات السوداء التي تتشكل تحت العينين يقوي الشعر ويصبح أكثر صحة ولمعانا عند تناول زيت الزيتون والليمون لمدة شهر يساهم في الحفاظ على الكبد وعلى وظيفته فالكبد من أهم الأعضاء المسؤولة على تنقية الدم كما يعتبر الكبد هو المسؤول عن تحسين عملية الهضم فمع الليمون وزيت الزيتون يصبح الكبد أكثر صحة ويحميه من الإصابة بمرض الكبد الوبائية وذلك بالقضاء على الفيروس الذي يسببه لذلك ينصح بتناول ملعقة من الليمون وزيت الزيتون قبل الأكل والشرب يفيد في تفتيت الحصوات في الكلا وبفعل زيت الزيتون تتحرك الحصوات الموجودة بالكلا إلى المثانة لتخرج بسهولة عن طريق التبول والآن سنقدم إليكم الوصفة الثانية وهي أفضل الوصفات لعمل مزيج زيت الزيتون والليمون المذهل المكونات ربع كوب من عصير الليمون وربع كوب من زيت الزيتون ملعقتين من عسل النحل خمس فصوص من الثوم خمس جرام من الزنجبيل المبشور طريقة التحضير يتم هرس فصوص الثوم وإضافته إلى مبشور الزنجبيل ثم إضافة إليهم ربع كوب زيت الزيتون وربع كوب من عصير الليمون ومن ثم إضافة ملعقتين العسل يتم تناول ملعقتين منه يوميا قبل النوم بساعتين وعلى الرق في الصباح وبعده مباشرة يتم شرب كوب من الماء الدافئ وتكرر هذه العملية بمعدل مرتين يوميا لمدة سبعة أيام ضع زيت الزيتون مع الليمون ليلة واحدة قبل النوم فهذا ما يفعله بجسمك النتيجة ستفاجئك فنجان صغير من زيت الزيتون مع الليمون يصنع الفرق في صحتك ما هي فوائد هذا الخليط وما هو أفضل وقت لتناوله وماذا يحدث في جسمك عند تناول هذا الخليط لمدة سبعة أيام من خلال هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية سنتعرف على آخر ما تحدثت به الدراسات العلمية عن فوائد زيت الزيتون والليمون في المقام الأول لطالما كانت الدهون الغذائية مصدر جدلا واسع النطاق بسبب الأضرار الصحية التي من الممكن أن تسببها ومع ذلك هناك اجتماع كبير على الفوائد الصحية الهائلة لزيت الزيتون البكر الممتاز المحتفز بخصائصه وفيتاميناته الطبيعية إذ يعتبر عنصرا غذائيا أساسيا في حمية البحر الأبيض المتوسط التي يتبعها أكثر شعوب العالم صحة وتشير الدراسات إلى أن الأحماض الدهنية ومضادات الأكسادة التي يحتوي عليهم زيت الزيتون والليمون لهما فوائد صحية هائلة بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التركيبة الغذائية لزيت الزيتون البكر الممتاز زيت الزيتون البكر الممتاز مغذي حيث يحتوي على فيتامينات A وK والعديد من الأحماض الدهنية المفيدة منها الدهون المشبعة والدهون الأحادية إلى جانب عدد من الفيتامينات والليمون كذلك يحتوي على عدد من الفيتامينات والمواد المضادة للاكسادة التي تتحد مع مكونات زيت الزيتون لتصنع الفرق في صحتك هذا الخليط غنيا بمضادات الأكسادة التي تساعد في مكافحة الأمراض الخطيرة وتحتوي مضادات التأكسد الرئيسية الموجودة في الزيت على مادة الأوجينول المضادة للالتهابات بالإضافة إلى مركبات كيميائية تقل إنسان من تلف الخلايا في الجسم الالتهابات المزمنة تعد من بين الدوافع الرئيسية المسببة للعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والأمراض الخطيرة ومتلازمة التمثيل الغزائي والسكرية والتهاب المفاصل ولكن أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن زيت الزيتون مع الليمون بالإضافة إلى الالتزام بنظام غزائي متوازي والابتعاد عن المدمرات الإنسانية وعلى رأسها السكر الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة والمأكولات المصنعة تعمل على مكافحة الالتهابات وبالتالي الوقاية من الأمراض المختلفة والتمتع بتمام الصحة والعافية يبدو أن التأثيرات الرئيسية المضادة للالتهابات الموجودة في زيت الزيتون والليمون ونتيجة عن مضادات التأكسد التي تصيبها أن لها تأثير للأدوية وتعمل كمضادات للالتهابات وقد كشفت إحدى الدراسات أن المواد الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تقلل من الالتهابات في الجسم وتقي من الأمراض القلبية الوعائية على غرار أمراض القلب والسكتة الدماغية يمثل زيت الزيتون البكر الممتاز مع الليمون أحد أهم المكونات التي تقي من الإصابة بأمراض القلب وذلك من خلال العديد من الآليات الحد من الالتهابات مما يجعل زيت الزيتون والليمون يشكل عاملاً أساسياً للوقاية من أمراض القلب كما يعمل على التقليل من خطر أكساد البروتين الدهنية منخفض الكثافة وهو ما يعرف بالكوليسترول الضارة حيث يحمي هذا الخليط جزئيات البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الأكسادة وهي تعتبر عاملاً رئيسياً في تطور أمراض القلب يعمل تناول زيت الزيتون مع الليمون بشكل منتظم على تحسين صحة الأوعيات الدموية إلى أن ذلك الخليط يساعد بشكل فعال في منع تجلط الدم غير المرغوب فيها وهو عامل أساسي مسبب لنوبات القلبية والسكتات الدماغية كما أن تناول زيت الزيتون والليمون يعمل على خفض ضغط الدم تناول هذا الخليط يعمل على منع النمو العشوائي للخلايا وقد أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يعيشون في بلدان البحر المتوسط أقل عرضة لخطر الإصابة بالأمراض الخطيرة مما جعل البعض يقير بأن لهذا الأمر علاقة وطيدة باستهلاك زيت الزيتون تعتبر الأكسادة الناتجة عن الجزئيات الضارة التي تسمع الجزير الحرة أحد العوامل المحتملة في المساهمة في الإصابة بالعديد من الأمراض ولكن يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز مع الليمون على نسبة عالية من مضادات الأكسادة التي تقلل من نسبة التأكسد بالإضافة إلى ذلك يعد حمض الأوليك الذي نجده في زيت الزيتون من أبرز المقونات المقاومة للأكسادة وقد ثبت أنه له تأثير مهم على الجينات المسببة للعديد للالتهابات والأمراض إضافة إلى كل ذلك يحتوي الليمون على مضادات الأكسادة وينصح دائما بتناول هذا الخليط مع زيت الزيتون والليمون في الصباح على معدة فارغة هذا يحفز عمل الكبد إذ أن الليمون غني بحمد الستريك الذي يعرف بدوره في تحفيز نشاط الكبد وبفضل حمد الستريك الذي يحتوي عليه الليمون فإنه يحفز العصارة الصفروية التي تسهل عملية العبور المعوية والتخلص من فضلات الجسم وقد أكدت العديد من الدراسات العلمية التي تابعها فريق أعداد قناتنا إن استهلاك الليمون مع زيت الزيتون ضروري لحماية الكبد وتنظيفه هذا الخليط يساعد على فقدان الوزن كيف يحدث ذلك؟ يمكن أن يؤدي نمط الحياة غير الصحي إلى زيادة كبيرة في الوزن ويكون له تأثير على شكل جسمنا لذلك من الضروري تضمين برنامج غذائي يعتمد على زيت الزيتون والليمون وارتبط ذلك أساسا بالفيتامين الذي يحتوي عليها والذي يساعد على تقليل الكورتزول وهو الهيرمون الذي يسبب تخزين الدهون كما أنه بفضل البوليفينول يسمح وفقا لعدد من الدراسات بتنشيط آلية مكافحة الدهون يقوّل جهاز المناعية خليط زيت الزيتون مع الليمون يقوّل جهاز المناعية الضروري لمواجهة الهجمات البكتيرية والمايكروبية وفي هذا الصدد تمنح الفلافونويدات الموجودة في الليمون خصائص واقية للجسم ويحسن الليمون وزيت الزيتون وظائف الخلايا المناعية لأنه غني بالفيتامينات والمعادنة تناول زيت الزيتون مع الليمون يحمي الجهاز العصبية دراسة نشرتها مجلة ميديسين الفود توضح أن حمض الستريك الموجود في الليمون قادرا على مقاومة الإجهاد التأكسدي للدماغ وبالتالي فإن هذا الخليط مضاد للالتهابات في أنسجة المخ ويحميها من الأمراض التنكسية العصبية وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة